السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلكم قد تعرضتم سابقا لنزيف في عينكم واختفى بعد بضعة أيام ولكن بعض الأشخاص يعانون من هذا النزيف بشكل متواثر ومستمر هل تعلموا لماذا بعض الأشخاص يعانون من نزيف في العينين وكيف يمكنهم أن يمنعوا ذلك من الحصول بطريقة طبيعية نزيف العين والقلب قد يكون لنزيف العينين صلة بالقلب لا سيما أنه يحصل دائما في العين اليسرى لا بأس في ذلك ولكن يجب معرفة أن هذا الأمر يعكس مجهودا كبيرا يقوم به القلب وأنه يواجه وضعا صعبا وقد يحدث ذلك على آثر شجار أو تمرين عنيف لذا كلما حصل معكم نزيف عليكم أن تسترجعوا ما حصل معكم في الأيام السابقة لا نعرف دائما من أين يأتي النزيف لأنه في أكثر الأحيان يكون نتيجة صدمة مكبوتة فتؤثر علينا من الداخل وفي أغلب الأحيان يكون الأشخاص الذين يعانون من النزيف أشخاص هادئين ومسالمين في الظاهرة ولكنهم يعانون من أوضاع صعبة بصمت القلب عضو حياتي له عواطف ومشاكل مثل سائر أعطاء الجسم وبحسب الطب البديل إن ساعات العمل لتجديد وظائفه هي بين الساعة الحادية عشر صباحا والواحدة بعد الظهر خلال هذه الفترة من الزمن علينا أن لا نقوم بمجهود كبير إذا كنا معرضين لخطر الإصابة بمشاكل القلب إضافة إلى ذلك حتى ولو كان الأمر رمزيا إلا أن للقلب صلة بالعلاقات الغرامية والعائلية إذ يخضع لأثر كافة الصدمات التي نعيشها كصدمة وفاة أحد المقربين أو صدمة الانفصال عن أي شخص نحبه الوقاية من النزيف إذا كنتم تريدون أن تتجنبوا نزيف العين عليكم أن تعتنوا بوظيفة القلب يمكن تطبيق هذه العلاجات فقط إذا كنتم لا تعانون من مرض قلبي أو إذا كنتم لا تتابعون علاجا طبيا وإلا عليكم أن تستشيروا طبيبكم إليكم بعض النصائح لكي تعتنوا بصحة قلبكم ناموا دائما على الجهة اليمنى تجنبوا النوم على الجهة اليسرى لأنها وضعية تضغط على القلب يجب أن يكون نظامكم الغذائي نباتيا بقدر الإمكان لأن النباتات هي أفضل الأطعمة للقلب أما الأطعمة الأكثر ضررا فهي اللحوم الحمراء واللحوم الباردة والدهون المشبعة والملح والمشروبات الغازية تجنبوا العادات السيئة المنشطة كالدخان وشرب الكثير من القهوة خذوا بعين الاعتبار تأثير العواطف السلبية كالضغينة على صحة القلب الحمامات بالماء البارد صحية جدا يمكنكم أن تستخدموا الماء البارد والماء الساخن وتدريجيا اتجهوا إلى استخدام الماء البارد ارسموا مسارا على جسمكم وبللوا منطقة القلب في النهاية العلاج بالزعرور إذا كنتم تخافون من أن تعانوا من نزيف في العين لأنكم سبق وشعرتم بالإحساس الذي يسبقه أو لأنكم سبق وعشتم حالة تسبب النزيف يمكنكم أن تقوموا بشرب منقوع عشبة الزعرور لمدة خمسة أيام تتمتع هذه النبتة الطبية بخصائص توسع الأوية الدموية وتساعد القلب على ضخ الدم وتريح الجهاز العصبي من حالة التوتر فوائدها على صحة القلب معروفة ومستخدمة منذ العصور القديمة إضافة إلى ذلك هي تحسن الدورة الدموية في الجسم بشكل عام الأمر الذي يسمح بالوقاية من النزيف ومعالجته أثناء النزيف يمكن غسل الوجه بالماء البارد مغمضين عينيكم عدة مرات في اليوم بفضل هذه النصيحة البسيطة ستعالجون نظركم وقلبكم مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته